اشتركوا في القناة كلام يسوع المسيح المغير في يوم من الايام في اخت مغربية للأسف زوجها دايما بيدربها وفي يوم من الايام ضربها ضرب مبرح ووقعت على الارض وانكسر دراعها وزوجها راح يصلي ابتدأت تنادي وتناجي الله يعني اي ظلم يعني عم بتعاير الله على الظلم اللي بتمر فيه وبعدين خلاص يعني فقدت امل بكل شيء لا الله متطلع عليها ولا حد متطلع عليها وكل الظلم بظلم عدا انه امرأة يعني خلاص كمان المجتمع كله ضدها لمين تشكي حاكمك ظلمك صممت انه تنتحر وهي عم بتخطط لهذا الانتحار سقطت انهارت وسقطت على الكنبة على الكنبة كان فيه ريموت كنترول كان فيه جهاز زق للتحكم فيه زر احمر وقعت على الزر الاحمر اللي هو باور وضوى التيفي ضوى وفجأة سمعت الصوت من خلال الشاشة من التيفي وكنت بحكي في هاي اللحظة عم بقول قال يسوع السارق الشيطان يعني لا يأتي الا ليسرق ويذبح ويهلك هاي صفته دايما دمار خراب عنف ضرب قتل اما انا قال يسوع اما انا اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل تصوروا استغربت هذه الفتاة وقالت من هو يسوع حتى لفظ ما كانتش تعرف كلمة يسوع وابتدقت تسأل صحباتها من واحدة لوحدة اخيرا وصلت لاخت اللي هي مؤمنة بالمسيح وفعلا اتواصلت معها هاي الاخت وحكيت مع هذه الاخت وسلمت حياتها ليسوع المسيح